السنن التي تفعل في السجود أولا مجفاة عضضيه عن جنبيه ثانيا وبطنه عن فخذيه ثالثا وفخذيه عن ساقيه رابعا التفريق بين ركبتيه في السجود خامسا إقامة قدميه سادسا وجعل بطون أصابعهما على الأرض سابعا القدمان تكونان مرصوصتين أثناء السجود ثامنا وضع يديه حذو منكبيه أو الأذنين تاسعا مبسوطة اليدين عاشرا مضمومة الأصابع الحادي عشر مستقبلا بها القبلة الثاني عشر الجلوس بين السجدتين وله هيئتان الهيئة الأولى تسمى الإقعاء وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين الهيئة الثانية الافتراش وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى وفي التشهد الأول بأن يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى التشهد الثاني وله ثلاث هيئات أولا ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض ثانيا كالأولى إلا أنه لا ينصب اليمنى بل يجعلها في نفس اتجاه اليسرى ثالثا ينصب اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفغذها الثالث عشر وضع اليدين على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتي الأصابع مضمومتين الربع عشر الإشارة بسبابات عند التشهد من أوله إلى آخره الخامس عشر الالتفات عن اليمين والشمال في التسليمتين السادس عشر جلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة لا ذكر فيها ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة وهناك خمس وعشرون سنة فعلية تتكرر في كل ركعة فيكون المجموع في صلاة الفريضة خمس وعشرون وأربعمائة سنة والمجموع في صلاة النافلة وهي خمس وعشرون ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة خمس وعشرون وستمائة سنة يطبقها إذا حافظ على هذه السنن الفعلية في كل ركعة وقد يزيد المسلم في عدد الركعات في صلاة الضحى وقيام الليل فيزداد تطبيقا لهذه السنن وهناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين أولاً رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ثانياً رفع اليدين للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان ثالثاً الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره سواء كان التشهد الأول أو الثاني رابعاً الالتفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين خامساً جلسة الاستراحة وتتكرر مرتين في الصلاة الربعية وباقي الصلوات مرة واحدة سواء الفريضة أو النافلة ساجساً التورك وهو أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض وهذه تفعل في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان فهذه السنن تكررها في الصلاة مرة واحدة إلا الإشارة بالسبابة عند التشهد فإنها تتكرر مرتين في كل الفروض ما عدى الفجر وجلسة الاستراحة في الصلاة الربعية كذلك تكرر مرتين فيكون المجموع أربع وثلاثون سنة وتتكرر هذه السنن الفعلية إلا اثنتين منها وهي الثانية والأخيرة في كل صلاة من صلاة النافلة فيكون المجموع ثمان وأربعون سنة فاحرس يا أخي المبارك أن تزين صلاتك بهذه السنن القولية والفعلية حتى يعظم أجرك وتعلو منزلتك عند الله اشتركوا في القناة